السلام عليكم ورحبا بكم معي في قناة حلبية اسماء اليوم ان شاء الله سنقدم لكم وصفات ذلك كغايف الرواع بطريقة جديدة مدق ذلك يجيب فعلا بنين بالساف مدق لديد ويجيب القوام ذلك خفيف ورطب وبطريقة هكا مختلفة نقدم لك ذلك الناول ارواح كانت من الوصفة اليوم اتنال اعجابكم وفرجة ممتعة اذا اعلى بركة الله سوف نبدأ معكم المقادر وطريقة مباشرة لكي نختصر من الوقت فهنا في الخلاط الكهربائي سوف نضع ربعة البيضات او في البلد الاججانة ممكن نخدموه بطريب الكهربائي اليدوي هنا سوف نحتاجه ان هنا نطلع البيض حتى يفتح اللون وهو حتى يطلعه جيدا سوف نضع ربعة الشيشة الملحة دائما شوية الفاني اما تضع الفانيلا البودرة كيفما دلتها هنا او واحدة شوية السكر مناسبة بالفانيلا سوف ننشغل الخلاط عليه على سرعه عالية وكان نزيد السكر شوية بشوية عندي 180 جرام السكر الخشن فانا هنا سوف نعبره مباشرة نبقى نزيد بالملعقة شوية بشوية حتى نثلي الكمية اللي عندي بانما البيض دالي كيطلع غدين نوجد المول اللي غدين استعمل او القالب غدين استعمل هاد القالب هادا باش نوريكم اه باش يجيني الكاك دالي ارقيق اه فقالب كبير وغدين قسم الكاك من بعد وغدين دير فيه كرمة في الوسط وكيفما قلت اه يهني قالب كبير باش يجيني نقدر ان هنا ينقسم ويجيني في العلاوه هو هاداك فكند هنو بشوية ديال الزبدة وكان نرش عليه الدقيق وهنا فكسر هنا كنوضع الحليب وغدين نوضع معها ثمانين جرام ديال الزبدة اللي من الاحسان تكون زبدة هايوانية ما توفردش غدي تديره غير زبدة ديال البواطة فهنا غدي نوضع هذا الحليب مع الزبدة على النار حتى كي يسخنه مزيان غدي تدوب الزبدة تماما وغدي يسخن معي الحليب ماشي غليا غدي نستعمله سخون ماشي غليان وهنا صافي البيض ديالي هو جاهز غدي نبدأ نضف عليه المكونات الجافة من دقيق والخميرة ديال الحلوة عندي هنا 250 جرام ديال الدقيق دائما غدي نزيدها على ثلاثة ديال مرات وانا كان خلط من اسفل الى اعلى غدي نستعمل نفس الخلط اللي يعني اللي خلطت به او اللي طلعت به البيض ممكن تستعملوا خلط يا دوي اللي كيكون طويل اللي لجاكم اسهل فعنا عندي دقيق نغربل وغدي نغربل المهرة الثانية فوق من خلط هكا باش نحصل على كيك اخف يعني كنت خلفه كمياء ديال اللي هو ودائما الطريقة ديال التخلط رها بينها يعني من اسفل الى اعلى بهالطريقة بقيت مستمر راحة كان ضفت الاخر كمية ديال الدقيق وغدي نزيد جوجي الخمارة ديال حلوة وستاشل القرام من البيكين باودر وصافي هنا غدي نسالي غدي نكمل تخلط ما نبالغوش دائما في الخلط يعني غريبا ان الدقيق اختفى شكل ديال الخالط كيكون تقيل بحال هكا صافي هنا غدي نزيد ذاك الخالط ديال الحليب سخون مع الزبدة ما تخافوش يعني ما ديو قاوالو يعني كيكون الخالط سخون وكنزيدوه وكنبقو وكنخلطوه دائما على ثلاثة ديال المرات بنفس طريقة حركة دائرية من اسفل الى اعلى لا ما تخوفوش يعني من اضافة ديال الزبدة في الكاك يعني المدق دياله فعلا كيجي لديد كتر من الكاك ديال الزيت يعني ديال الزيت كيجي زونه خفيف ولكن ديال الزبدة المدق دياله كيجي حسن فعنا زدت الكمية كلها ديال الحليب سخون مع الزبدة وصافي كيكون خالط ديالي جاهز نتأكد انه نخلط مزيان من الاسفل يعني يكون الحليب كينزل الاسفل او القار ديال الاناء فانتأكد انه نخلط مزيان وصافي كنجيب المول ديالي اللي دهنت من قبل ارشته بطقيق ونفرغ فيه الخالط قد ندخل الكاك ديالي الفراني طيب كيف ما كان طيبه الكاك ديالي العادي دائما انا دائما الى سامة فران ديال الغاز كان دياله حتى تقرب تنطفاء وكندخل الكاك ديالي النار غير من الاسفل حتى كيطيب وكيتحمر غير الفوق وكنشم رائحة دياله وكنخرجه بالنسبة الكاك ديال او الفران ديال دو كان ديال 150 درجة ما كانش عيش المرواحة حتى كيبلي ان الكاك تنفخ مزيان وبدأ او قرب يعني طيب كانش المرواحة باش كياخد اللون مذهب ومحمر مزيان مع جنابه من الاسفل غدي نضيف اضافة اخيرة غدي نزيد رقائق اللوس في الوجه دياله وكيبقى يعني اضافة اختيارية ممكن احتكات تزينو الكاك ديالكم او حتى كيطبع الدهن وبشي حاجة او ترشوه باللوز ايفلا او الكاوكا ومحمر صافي لكي دياله من بعد ما كيخرج هذا وشكل دياله غدي نخليه تيبرد فالحطو معي اي اسفنجي وخفيف بزاف خليوه يبرد تماما وعد غدي نقسموه باش غدي نعمروه بالكريمة واحدة رائحة يعني كي اعطيه واحدة رائحة زوينة بزاف بدي كذبتالي كنستعمله فيه بالنسبة للحشو غدي ناخد هنا وحدة ربعمية قرام ديال الكريمة وغدي نزيد عليها معلقة كبيرة عمرها مزيار من الجبن باش نطيني ماذا قزوين وصافي غدي نطلحها الكريمة تكون باردة مزيان باش طلع معكم مزيان انا هنا استعملت كريمة سائلة محلات يعني فيها السكاك وكريمة نباتية اللي استعملت اهلا ممكن تخد محتب قبل بشانتير الغبرة وددو عليها الحليب مش مشكلة سافي غني نخليها هنا تطرب حتى تطلع مزيان ونكمله كريمة ديالي هي طلعة مزيان كيف ما كاتشوفوا فالخصات تكون باردة باش غدي تحصلوا على كريمة عاقدة بها تشكل هذا بلا اي اضافات صافي الكاك ديالي من بعد ما برد مزيان انا ادخلتو شوية المجمد حتى كي يبرد باش نسرعيني العمالية ديال او الوقت فاش غدي يبرد وهنا كنحاول ان هنا نقسمه كنترا صيفين غدي نقطع بالموز ديال منشار من الاحسن وصافي هنا غدي ندوز الموز ديال منشار ونقسمه على جوجه غدي نهز الطرف اللي كيجي من الفوق نحيده والطرف اللي من الاسفل غدي نوضعه في المول فاش طابط الكيكا المول كنغسله طبعا انا غدي نقدم الكيكا ديالي او الكيك ديالي نقدمها كاف المول ممكن يعني تحيده ما تستعملوش المول هنا كنسقي الطبقة بالحليب وكذلك تقدروا تديروا عصر ديال البورتقال او سيرو وتحضروا سيرو وتستعملوه فهنا بالحليب يعني كتجي رطبا وما كتجيش حلوبة بزاف غدي نوزع من فوق طبقة ديال الكريمة السامل جاي بحالة واني غير باش يساعدني مش ضروري انكم تستعملوه وهنا صافي غدي نوزع الكريمة بهات الشكل كنحاول اني نقاد الوجهة ديال الكريمة مزيان بهات الشكل ومن بعد غدي ننظف الجوانب ديال هاد القالب او هاد الاناء بما اني غدي نقدم الكيكا ديالي فيه فاكنستعملها كمن ديال ورقي نحاول اني ننظف الجوانب باش يجيني زوين في التقديم غدي ناخد طبقة الفوقانية ديال الكيك وغني نسقيها كذلك بالحليب ومن بعد غدي نساعد بشي شبكة ولا شي حاجه باش غادي نحط الطبقة ديالي ديال الكيك فوق من الكريمة كنحاول اني نضغط غرب شوية هكا باش كتتقد وكتبت مزيان ديال الكيك من فوق من الكريمة وصافي غدي ندخل هات اللاجاء جو جل سوي حتى كتبرد تماما وكنزينها لحسب الرغبة انا بالنسبة لتزيان غدي نستعمل وصفة الكرامي اللي كنديرها معكم دائما الوصفة المحتمدة عندي هي اللي كندير غدي نخلي لكم رابط في صندوق الوصف وكنزينها بهات الشكل كيف ما قلت زين كيبقى حسب الرغبة ديالكم صافي انا غدي نستعلي ونرجعوا باش نشوفوا في النهاية ديالفيديو كيفاش كتجي او كيفاش كيجي الكيك ديالنا اذا بحك نكونو مصل لنهاية ديالفيديو هذا هو الشكل الكيك ديالنا بالحليب الساخر منظر جميل وماذا قوى لارواح ان شاء الله غدي اذا جربته غدي عجبكم بزاف شي حاجة مميزة ومختلفة وممكن تحضروا الكيك ديالكم بلما تتمروا بالكريمة كيجي ايضا بنين ارتبزة كانت من الوصفة دياليوم تكوننا اتعجبكم ونتمنعناكم تجربوها اذا اجبتكم انتزاج كما لا عادة دير وجهة مشتركوا بالقناة وايضا فعلوا الجرس باش يبقى صلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات ما تبخلوش عليها بتعليق ديالكم اراكم ايضا اقتراحاتكم لكاتهمني دائما شكرا بزافة لمتابعة ونطلق فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة